طبعاً لازم الـ expression كله يكون equal 0 الـ expression كلها تبقى equal 0 يبقى الـ right hand side لازم يكون equal 0 يبقى هنشيل الـ 6 من الـ right hand side ونوديها في الـ left hand side مع الـ x square plus x علشان ننقل الـ number من right hand side للـ left hand side او العكس من الـ left للـ right طبعاً بنعكس الـ sign الـ 6 ستروح هناك بالـ negative 6 يبقى x square plus x minus 6 equals 0 طبعاً احنا خدنا الـ 6 خلاص فبقت الـ right hand side equal 0 دلوقتي بقى نعمل factorize للـ x square plus x minus 6 ده trinomial يتعلل ازاي الـ x square هتبقى x by x والـ 6 هنعمل لها factorize ازاي هي cam by cam الـ difference ما بينهم 1 يبقى 2 by 3 اوكي طب الـ signs بقى minus z زي ما معناها difference ما بين الـ 2 والـ 3 1 معناها ان هما الـ 2 signs different يعني مختلفين واحدة positive واحدة negative براكت هياخد positive وبراكت هياخد negative والبراكت الكبير هو اللي هياخد بتاعت الميدل تيرم يبقى positive sign يبقى 3 هي اللي هتاخد positive والـ 2 هتاخد negative دلوقتي بقى عندي 2 brackets equal 0 باخد كل براكت الواحدة وبساويه بالـ 0 واشوف الريزالتها تطلع بكام يبقى x minus 2 هقول ان هي equal 0 منها الـ x هتبقى بطول ان هودي negative طول ناحية الثانية فالـ x هتبقى بـ 2 والـ x plus 3 equal 0 منها الـ x هتبقى بـ negative 3 يبقى الـ x dot s عندي 2 solutions الـ 2 والـ negative 3 number b برضو عندي هنا في 85 في الـ right hand side الـ equation لازم تبقى equal 0 يبقى هودي الـ 85 في left hand side طبعا بعكس الساين يعني بالـ negative يبقى 3 x square plus 2 x minus 85 equals 0 هنقدر نعمل فاكترايز هنا للـ trinomial ازاي انا عندي كوفيشنت مع الـ x square يبقى يتحل ازاي طبعا عطريق الدرافت يبقى هنعمل فاكترايز للـ 3 x square ازاي 3 مالهاجفة 3 by 1 يبقى 3 x by 1 x والـ 85 هنجرب كده هنلان هي divisible by 5 يبقى 17 by 5 نجرب لو ما نفعيتش نبقى نختر number ثانين هنكتب 17 by 5 نعمل cross multiplication 3 by 5 بـ 15 يبقى 15 x 1 by 17 بـ 17 يبقى 17 x الـ difference ما بين الـ 17 والـ 15 2 اللي هو المدل term يبقى كده عندي الـ 2 brackets 3 x 17 ده اول bracket 1 x و 5 ده تاني bracket الكلام ده كله equal 0 الـ signs بقى الما بينهم different ليه علشان minus قبل الـ 85 2 signs different والكبيرة فيهم هتاخد المدل term طب انهي الكبيرة اللي هي 17 x الـ bracket اللي جانب 17 x طبعا 17 اكبر من 15 يبقى الـ bracket اللي جانب 17 اللي هو 3 x و 17 هياخد positive والـ bracket التاني اللي هو x والـ 5 هياخد negative يبقى x minus 5 كده عندي 2 brackets equal 0 باخد كل bracket وبأسوي بالـ 0 يبقى الـ first bracket اللي هو 3 x plus 17 هسوي بالـ 0 يبقى equal 0 هنودي 17 الناحية التانية تبقى 3 x equals negative 17 يبقى x equals negative 17 over 3 طبعا هنعمل divide 3 تبقى x equals negative 17 over 3 طب the second bracket x minus 5 equal 0 يبقى منها x equal 5 هتروح طبعا الناحية التانية يبقى أنا عندي 2 solutions negative 17 over 3 وطبعا L5 يبقى S dot S L2 solutions هنزول number C برضو نفس الكلام هنودي 3 من right hand side لل left hand side يبقى وهنفك بالمرة نفك البراكت ازاي x power 2 اللي هو اللي هو first term power 2 وال1 اللي هي طبعا بالnegative هتبقى negative 1 power 2 تديني positive 1 واللي في النص الميدل term 2 by first by second يبقى 2 by x by negative 1 هتديني negative 2x كلام ده كله plus x minus 3 جبنا 3 من right hand side وادناها left hand side بقت negative 3 كلام ده كله equal 0 هنجمع بقى like terms مع بعض اول حاجة x square مفيش عندي حاجة بالx square تنزل زي ما هي اللي باللون الاحمر اللي بالاخدر ال xات مع بعض negative 2x plus 1x تديني negative x numbers 1 minus 3 تديني negative 2 كل كلام ده equals 0 ده trinomial سهل يتحل ازاي ال x square هنعمل لها فاكترائي ستبقى x by x وال 2 ما لها شغل 2 by 1 ال difference ما بين ال 2 وال 1 1 يبقى مظبوط يبقى دلوقتي نعند ال 2 بركز x و 1 و x و 2 ال signs اللي ما بينهم different والكبيرة فيهم هتاخد negative sign اللي هي the sign of the middle term يبقى 2 هي اللي هتاخد negative sign وال 1 هتاخد positive يبقى باخد كل بركز بعد كده واسوي بالزير يبقى اول بركز اللي هو x plus 1 equal 0 منها ال x هتبقى negative 1 تاني بركز x minus 2 equal 0 منها ال x هتبقى equals 2 طبعا بنودي negative 2 لناحية التانية في ال right hand side فهتبقى بال positive يعني x هتبقى 2 يبقى 2 solutions عندي او ال S و T S عندي negative 1 و 2 ال 2 numbers اللي تلوا عندي number d نفس الكلام علشان احل ال equation لازم كله يبقى ال left hand side equal 0 في right hand side يبقى هوادي 7 x الناحية التانية بال negative 7 x يبقى 2 x power 3 minus 7 x equal 0 تتحل زي عن طريق common factor في عندي x common factor يبقى هفتح بركز ونعمل division 2 x power 3 divide x 2 x power 2 طبعا في حالة division بنعمل subtractor يبقى 3 هناخد منهم 1 تبقى 2 minus 7 x divide x هتديني minus 7 وطبعا ال x رحت مع ال x كده بقى عندي x يبقى هاخد ال x الوحدها وسويها ب 0 تبقى x equal 0 يبقى ده اول solution وال bracket equal 0 يبقى 2 x square minus 7 equal 0 هنودي نكتف 7 ناحية التانية يبقى 2 x square equal 7 تبقى x square equal 7 divided by 2 هنعمل divide 2 يعني يبقى ال x الوحدها بكام بpositive or negative root 7 over 2 2 solutions هنا positive والsolution التانية negative يبقى عندي 2 roots مش 1 root لما يبقى عندي x square اي equation فيها x square وعايز اجيب ال x الوحدها لازم احط positive or negative ينعمل بيتل عندي 2 solutions وطبعا فيه عندي one solution قبل كده اللي هو الزيرو يبقى كده عندي three solutions number 6 the sum of three consecutive integers is equal to the square of its middle integer find these numbers consecutive يعني وراء بعض يعني 2 مثلا 3 و4 3 numbers دول وراء بعض يبقى كل number بيزيد عن اللي قبله ب1 يبقى لو افترضت ان اول number هبقى دايما بفترض ان اول number x يبقى the second number ازيد منه بوان يبقى x plus 1 the third number هيبقى x plus 2 هو بقى بيقول sum of the three consecutive numbers يعني x plus x plus 1 plus x plus 2 مجموعهم التلاتة يعني equal to the square of its middle integer فين الميد الانتجر اللي هو second اللي هو x plus 1 square of x plus 1 يعني x plus 1 between two brackets power 2 السم اللي احنا قولنا x plus x plus 1 plus x plus 2 كلام ده كله equal square of the middle number of the second number يبقى x plus 1 الكل power 2 نفك البركت يبقى x power 2 the third term هيبقى 1 power 2 يعني 1 والmiddle term هيبقى 2 by first by second يعني 2 by x نجمع بقى اللي في left hand side x plus x plus x اللي بالاخضر ده كله هيديني 3x 1 plus 2 3 يبقى اللي في left hand side 3x plus 3 وفك اللي بركت تلعب x square plus 2x plus 1 لو جبنا بقى اللي هنا اللي في left hand side لل right hand side اوكي هي هي مش هتفرق المهم ان احنا بنغير sign يبقى 3x هتروح الناحية التانية ب negative 3x وال positive 3 هتروح الناحية التانية ب negative 3 يبقى x square plus 2x plus 1 minus 3x minus 3 الكلام ده كله equal 0 نجمع بقى اللي شوها بعد 2x minus 3x هتديني negative x وال1 مع negative 3 negative 2 فبقيت equation x square minus x minus 2 equal 0 اعملها factorize ازاي طبعا ده trinomial يبقى هنفتح 2 brackets x square هتوب x by x وال2 ملهاش غير 2 by 1 لسه حلين عملنا factorize لنفس ال expression ده طبعا 2 signs different والكبيرة هتاخد negative يبقى 2 هتاخد negative وال1 هتاخد positive يبقى x plus 1 الوحدة equal 0 ومنها x x minus 2 equal 0 منها x هتبقى 2 يبقى هنا 2 solutions انا مشاك تبقى x dot x لانا انا بجيب numbers يبقى انا عندي x ليه احتمالين ياما negative 1 ياما 2 يبقى first number اللي هو x ياما negative 1 ياما 2 طب second number هو ازيد منه يعني في حالة ان هو negative 1 هيبقى negative 1 يعني بزيرو طب في حالة ان x 2 هيبقى second number نفس الكلام بحالة ان x بnegative 1 يبقى x plus 2 اللي هو third number negative 1 plus 2 تديني كام 1 وفي حالة ان هي 2 هيبقى 4 2 plus 2 يعني number 7 in the opposite figure measure of bcd equals x square وmeasure of acd equals 8x find x واضح ان 2 angles adjacent supplementary جنب بعض يبقى الـ sum بـ 180 لان ده straight line ab straight line معنى كده ان الـ 2 angles x square والـ 8x الـ sum فيهم بـ 180 يبقى x square plus 8x equals 180 نجيب 180 من الـ right hand side للـ left hand side بعكس السين يبقى x square plus 8x minus 180 كلام ده equals zero نعمل لا فكتوريز يبقى x square x by x 180 كام با كامل فرق ما بينهم 8 تنفع 18 by 10 18 by 10 180 والـ difference ما بين 18 والـ 10 8 طب السين different والكبيرة هتاخد positive يعني 18 هتاخد positive والـ 10 negative ناخد كل ونسويه بالـ 0 يبقى x minus 10 بـ 0 والـ x plus 18 بـ 0 اول حاجة x plus 18 equal 0 منها x هتبقى negative 18 وده الحل ده طبعا refuse ما فيش angle بالـ negative اوكي الـ angle اللقصادنا دي لازم هتطلع positive number يبقى هناخد الحل التاني اللي هو x minus 10 equal 0 منها x هتبقى equals 10 طب لما x square هيبقى 10 power 2 يعني 100 طب و8x اللي هي الانجل acd تبقى 8 by 10 يعني equals 80 يبقى دلوقتي angle بـ 80 وangle بـ 100 فعلا لو جمعناهم هيطلع 100 plus 80 يعني 180 lling قوال اهل 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 اهل